بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاب في درسنا لهذا اليوم هو تكملة لما أخذناه في الدرس السابق مراحل النمو الإنساني في الدرس السابق أنا وأنتم أبنائي وبنات الطلاب تعرفنا على مرحلتين مهمتين يمر بها الإنسان ألا وهي مرحلة طفولة ومن درج تحتها من مراحل وأيضا مرحلة مراهقة وما تتميز به من صفات تختلف عن الصفات أو عن المرحلة السابقة وهي مرحلة الطفولة إذن درسنا لهذا اليوم هو من الوحدة الثانية النمو الإنساني ومراحل النمو الإنساني في جزئه الثاني ثالث هذه المراحل التي قد يمر بها الإنسان وهي مرحلة الرشد هذه المرحلة يندرج تحتها ويندرج معها أحسنتم ثلاث مراحل أساسية أولاها مرحلة الرشد المبكر هي من الواحد عشرين عاما إلى الاربعين عاما وهي تسمى بمرحلات الشباب ثانيها أحسنتم الرشد المتوسط أو الكفولة من الاربعين إلى التسعة وخمسين سنة الرشد المتأخر أو الأخير أو الشيخوخة هي من الستين عاما إلى نهاية عمر الإنسان إذن يميز هذه المرحلة وجود ثلاث مراحل أساسية الرشد المبكر من واحد عشرين إلى أربعين الرشد المتوسط من أربعين أو من أربعين إلى تسعة وخمسين والرشد الأخير أو الشيخوخة من الستين إلى نهاية عمر الإنسان أولى هذه المراحل هي الرشد المبكر من عمر الواحد عشرين إلى الأربعين سنة تتميز من ناحية الجانب من ناحية أو من ناحية الجسمية أولا يكون الفرد في هذه المرحلة تمام النصج الجسمي حيث تبلغ أو تبلغ العضلات ذروتها وقوتها بين العشرين والثلاثين وبعد هذا العمر تبدأ العضلات في الضعف إلا أنه لا يمكن ملاحظته إلا بالقياس من خلال الأجهزة المتخصصة أبناء وابناء الطلاب قد تلاحظون أن بعض اللاعبين كرة القدم أو بعض من يمارس الألعاب بالذات في صورة احترافية أنه بعد أو بين الثلاثين والأربعين قد يترك ويعتزل ويترك اللعبة فلماذا أحسنتم؟ لأن العضلات في هذا العمر أو في هذه الفترة تبدأ في الضعف فيكون العطاء والقدرة على العطاء في الملعب لم تكن كالسابق أبناء وبناء الطلاب صحة الإنسان في الرشد المبكر تعتمد على عدة عناصر أولاها أو عدة عوامل أولا الوراثة لها دور كبير في ذلك التغذية الرياضة وجود أمراض أو عدم وجود أمراض أيضا التأثير الضار لبعض العادات كالتدخين والسهر أبناء وبناء الطلاب السهر تأثيره تأثير بالغ على صحة الإنسان في هذا العمر فلابد أن نحرص على النوم المبكر لأن ذلك تأثيره أبناء وبناء الطلاب واضح على حياة الإنسان في هذه المرحلة ويمتد معه أبناء وبناء الطلاب إلى مراحل متقدمة من العمر الحواس تكون الحواس في هذه الفترة في أقصى ذروتها في أقصى ذروتها بعد ذلك تبدأ بالإنحدار البطي نلاحظ أبناء وبناء الطلاب أنه لا يشعر بها الراشد إلا في نهاية الرشد المبكر من خلال أبناء احتياجه للنظارات قد يحتاج أحيانا إلى نظارات لأن هذه الفترة ينقص فيها قدرته على الإبصار ويالحق ذلك بعض الحواس الجانب النفسي والاجتماعي أول مفهوم الذات يستقر فيه الإنسان أو الشخص في هذه المرحلة مقارنة بالمرحلة السابقة استقرار المفهوم الذاتي في هذه الفترة يكون قد وصل إلى درجة كبيرة من تأكيد الذات أيضا العلاقات الاجتماعية لها قيمتها ولا اعتبارها من خلال وضعه الاجتماعي من خلال ما كونه من علاقات اجتماعية في المرحلة السابقة ومرحلة المراحقة العمل في هذه الفترة أو في هذه المرحلة بدأ الشاب بالعمل هي تعتبر نقطة تحول ولها تأثير كبير من الأمور أيضا النافعة التي تقود إلى الرضاة في المستقبل الوظيفة أيضا حافل الشاب الاستفادة من الإرشاد المهني من قبل المختصين في هذه المرحلة يكون الزواج وتكوين الأسرة من أهم ما يحدث في هذه الفترة هي الزواج أي بمرحلة العشرين أو الواحد عشرين إلى سن الأربعين ثاني هذه المراحل الرشد المتوسط أو الكهولة لها ميزاتها ولها خصائصها كما هو الحال كما ذكرنا في الرشد المبكر هذه المرحلة بين الأربعين والتسع وخمسين سنة التغيرات الجسمية أبناء وأبناء تطلع في هذه المرحلة ينقص إفراز الهرمون الذكري هو التستيرون والهرمونة الأنثوي الأستروجين هي لها تأثير واضح وبالغ على حياة الإنسان في هذه المرحلة يكون أثر بالغ على النساء أكثر مما هو عليه في الرجال يؤدي لانقطاع الدورة وأيضا إذا تغيرات نفسية وجسمية كبيرة تحدث للمرأة أكثر مما هي عليه في جسم الرجل ضعف العضلات وأيضا العظام نلاحظ أن الإنسان في هذه المرحلة قد نستمع إلى شكواه من عظامه وعضلاته في هذه المرحلة لنقص الهرمون الذكري بالإضافة إلى شاشة العظام وهي لدى النساء أكثر من الرجال بسبب نقص هرمون الأستروجين وتأثيره على العظام كما ذكرنا أبناء وابناء الطلاب أنه في آخر مراحل الرشل المبكر آخر مراحل الرشل المبكر التي تأتي قبل 40 عاما تظهر مشكلة ضعف النظر فنلاحظ أن هذه المشكلة تكون واضحة وظاهرة في هذه المرحلة احتياج من يعيش في هذه المرحلة إلى استخدام النظرات أو استخدام معينات البصري كي تساعده على النظر القريب بالتحديد أيضا كما ذكرنا أن كما ذكرت لكم في المرحلة السابقة أنه قد يحدث ممتازين النظر أيضا السمع قد يخف تدريجيا أبناء وابناء طلاب لدى من يعيش في هذه المرحلة الراشد في هذه المرحلة تكثر عليها علامات الانحدار والأمراض منها السكر وارتفاع الضغط في هذه المرحلة قد تكون واضحة بالإضافة أبناء وابناء الطلاب وكما تعلمون أن العامل الوراثي له دوره كبير وأيضا السلوب التغذية والحياة التي يمارسه الإنسان لها تأثير واضح على ظهور بعض الأمراض التغيرات العقلية تشير الدراسات أنه لا يظهر انحدار في الذكاء بل يحتاج الكبار لوقت أطول لإتمام عملية الفهم لإتمام عملية الاستيعاب ولكن درجة الذكاء أبناء وابناء الطلاب في هذه المرحلة لا تتغير معظم الكبار يشتكي من النسيان في هذه المرحلة كما تعلمون أيضا الكبار يتناولون قضية معينة فأنهم يتناولون هذه القضايا أو هذه القضية من أبعاد مختلفة فلو نلاحظ أبناء وابناء الطلاب خلال مناقشة الكبار السن أنه يأتي بموضوع معين ويأخذه من جميع جوانبه على اختلافكم أنتم في هذه المرحلة أبناء وابناء الطلاب فيكون التفكير واستشارة منهم في هذه العمر تكونوا أنجح وأنجح من خلال استشارتكم لهم أبناء وابناء الطلاب كيف يمكن أن نستفيد من خبرات الكبار وإرشادهم لنا؟ كيف يمكن أن نستفيد؟ أحسنتم ممتازين مشاركتهم النقاش حل المشاكل وحل المشاكل ألا أخذوا برأيهم وأخذوا بمشورتهم عندما نتعرض للمواقف التغيرات النفسية في هذه المرحلة يبدأ الرجال بالاهتمام بالجانب الرقيق في شخصياتهم والمقابل أيضا تبدأ النساء بالاهتمام بالجانب الخشم من هذه الشخصية يبدأ الإنسان بمراجعة نفسه ومراجعة حياته نلاحظ أبناء وابناء الطلاب أن في هذه المرحلة الإنسان قد يكون أبناء وابناء الطلاب قد يكون أو قد يراجع نفسه في كثير من الأحيان فنجده أبناء يتغير وتكون هناك بعض التغيرات على مستوى الإنسان المفهوم للذات يبلغ ذروته من حيث الإجابية ومن حيث التصالح مع الذات وأيضا الاستشعار بالمكانة الاجتماعية آخر المراحل في هذه المرحلة أو في مرحلة الرشد الرشد الأخير أو الشيخوخة هي من الستين إلى نهاية العمر التغيرات الجسمية والحواس كما تعلمون تزيد مشكلة النظر يضعف السمع قد تزيد أبناء وابناء الطلاب بعض المشكلات آلام العظام آلام العضلات بالإضافة إلى ارتفاع ضغط العين أيضا نلاحظ أن من يعيش في هذه المرحلة يتضايق أو تضايقهم ويحس بعدم ارتياح من الأنوار العالية السمع يستمر بالضعف التدريجي حاسة التذوق في هذه المرحلة وقد تلاحظون ذلك تبدأ بالانخفاض أبنائي نجد أن جداتنا أو منهم كبير في السن تزيد معهم أو قد يزيد في حال قاموا بطهي الطعام يزيدون من الملح والبهارات لماذا؟ أحسنتم لأن حاسة الذوق في هذه المرحلة تضعف فيدي ذلك إلى أحساسهم بزيادة بالملح والبهارات للطعام تأثر حاسة اللمس عند الكبار فنلاحظ أنه قد تشعر بالحرارة ولا يشعر بها كبار السن كما تشعر بها أنتم أو تشعرون بها أنتم في هذه المرحلة حاسة الشم هي آخر الحواس انحدارا في هذه المرحلة التغيرات العقلية لا يوجد تدهور في الذكاء كما ذكرنا فقدان المرونة في التفكير فنلاحظ أن منهم كبار السن أبناء وابناء الطلاب حينما يريدون شيئا قد يتمسكون بآرائهم نوعا ما عمهم عليه أي عدم وجود المرونة في ذلك اختلال القدرات كالخراف الزهايمر وهي ترجع إلى أسباب وراثية أيضا الجوانب النفسية والاجتماعية في هذه المرحلة هي أثبتت الأبحاث النفسية أن أسوأ ما يمكن أن يحدث الكبير السن في هذه المرحلة هو اعتماده على غيره اقتصاديا كان ممتازين الاعتماد الاقتصادي على الغير تعد أبناء وابناء الطلاب من أسوأ ما يشعر به كبير السن في هذه المرحلة لأنه تعتبر أو بناء تشعر الكبار السن أو من يعيش في هذه المرحلة بالتقييد وعدم الحرية فهذه تعد من أهم ما قد يواجهه كبير السن في هذه المرحلة هل يمكن أن نفكر في بعض الملجالات التي تساعد أو التي يمكن أن يعمل فيها كبير السن ممتازين أبناء في الاستشارات في الأعمال التطوعية غير الشاقة التي تناسب أعمارهم أيضا إشراكهم في الأندية الاجتماعية المتوفرة في الأحياء أبناء وابناء الطلاب تساعدهم كذلك أبناء بإمكانكم عمل تقارير وبحوث من خلال تنمية الهوية مراحل النمو الإنساني في القرآن ما هي الفروق النفسية والفروق النفسية بين الذكر والأنثة وننتقل أنا وأنتم إلى أسئلة الوحدة السؤال الأول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئ النمو يعني دوما يعني دوما أبناء ركب ممتازين خاطئ لا يعني بل تعني هي التغيير التغيير هذه العبارة خاطئة لأنها تعني دوما الزيادة والتطور النمو هو التغيير تأكد الدراسات النفسية أن الناس متساوون ممتازين خاطئة من قوانين اتجاه النمو ممتازين من الأعلى إلى الأسفل نمو الرأس لدى الجنين قبل الأذر أحسنتم من الأدوار تقوم بها الوراثة أحسنتم خاطئة يعد الاستقرار الأسري ممتازين أحسنتم تعد الإجابة أو العبارة صحيحة من وجهة نظرك ما المقصود من النمو الإنساني أحسنتم التغييرات والتطورات في مختلف جوانب الحياة أكتب مثال لكل من المجالات التالية النمو الجسمي أو المجال الجسمي التغيير في الطول والرزن العقلي الإدراك الإنفعالي الخجل الحب ممتازين الاجتماعي الشعور بالمسؤولية الاجتماعية وضحوا لي بالأمثلة النمو الجسمي في المجالات الآتية النمو العقلي ونمو الاجتماعي مثال ممتازين قدرة الطفل على المشي واكتشاف المحيط النمو الاجتماعي قدرة الطفل أبناء وبناء تطلعوا ممتازين على تكوين الصداقات في سن وتطور في مرحلة من المراحل لدينا بعض المبادئ أبناء ولو يريد أن نحكمها بأمثلة إذن لدينا الفروق الفردية ممتازين كل طفل قد يمشي في سن معين كسن الإشار التاسع وآخر لا يستطيع فهذه الفروق الفردية اتجاه النمو أو مبدأ اتجاه النمو ممتازين نمو رأس الجنين قبل الأذرع مبدأ اختلاف معدل النمو أحسنتم الاختلاف النمو الجسمي بين الطفولة والمراحقة ما المقصود بالمصطلحات التالية الوراثة البيئة المراحقة الوراثة أحسنتم هي الجنات التي تنتقل إلينا من الوالدين أو عن طريق الوالدين كلون البشرة البيئة هي كل ما يحط بالإنسان ويؤثر فيه منذ أن كان جنينا إلى الوفاة المراحقة التي يبلغ فيها الإنسان ويصل إلى مرحلة النضج والرشد حدد الدور التي تقوم به الوراثة في تشكيل بعض السمهات البشرية تساعد الوراثة على الممتازين أحسنتم منقل الصفات الخلقية عن طريق الوالدين ما الأثار السلبية على اختلال الغداد في التأثير على السلوك؟ ما الأثار السلبية المترتبة على اختلال الغداد الصماء في التأثير على السلوك؟ الغدد أن خميمة تثيرها السلبي أحسنتم إلى العملقة أو القزامة الغدد الدرقية أحسنتم إلى الخمول الغدد الكضرية أحسنتم إلى الانفعالات تؤثر على أو قد تزيد من الانفعالات أكمل الفرغات التالية يبدأ النمو اللغوي ممتازين هو ما يطلق عليه بالمحصول اللغوي يبدأ النمو اللغوي في مرحلة الحياة أو في مرحلة الطفولة وهذا ما يطلق عليه بالمحصول أو المخزون اللغوي كلها صحيحة من خصائص الطفولة وذلك عندما يعتقد الطفل أن كل شيء من حوله أو من حولنا له صفة الحياة هذه الخاصية أحسنتم يعتقد أن الجماد له نفس الشعور الصورة التي تشكل الإنسان عن نفس الممتازين هي الذات من الخصائص الانفعالية في حياة المراهقين أن ردة الفعل لا تتناسب مع الحدث ونسمي ذلك ماذا؟ ممتازين الحساسية الانفعالية شعور المراهق بذاته وأن الممتازين هي تحديد الهوية حدد بالسنوات المراحل المكونة للطفولة أحسنتم المهد منذ الولادة إلى السن الثانية الطفولة مبكرة من السن الثانية إلى السادسة الطفولة متأخرة من السادسة إلى الثانية عشرة أكتب مثالين لأبرز التغيرات المختلفة في مرحلة المراهق الجسمية الطول والوزن تغيرات العقلية التفكير والذكاء الانفعالية الحساسية الانفعالية والاستقلالية بالذات التغيرات الاجتماعية الرغبة في التميز بلقب أو كنية أو أن يميز بصفة معينة بعد دراستنا أبناء وابناء الطلاب من موضوع البحث عن الهوية أكتبوا جملة متتالية تتحدثون فيها عن ما يميزكم وهذا يترك لكم أبناء وابناء الطلاب حرية التعبير في ذلك أن تكون خمس جمل مبتدئة بأنا وذكر وذكر إيجابياتكم أبناء وابناء الطلاب ما هي السنوات أو المراحل المكون لمرحلة الرشد ممتازين الرشد المبكر من 21 إلى 40 والمتوسط أو الكهولة من 40 إلى 59 والرشد الأخير أو الشيخوخة من 60 إلى نهاية الإنسان أبرز التغيرات التي تحدث في مرحلة الرشد سواء جسمية أو اجتماعية جسمية الحواس القدرة قد يؤدي ذلك إلى ضعف في الحواس القدرة العقلية القدرة العقلية لا تغير ولكن قد تحدث بعض التغيرات الاجتماعية الزواج والعمل بناء على ما تعرفنا عليه من خصائص مرحلة الشيخوخة والذين قد يكون منهم ومنهم في محيطنا ما هي أبرز الأساليب التي نتعامل فيها معهم على ما نتعامل مع هذه الفئة الغالية علينا أحسنتم التعامل بصبر واللين والرحمة وأيضاً إشراكم في اتخاذ القرارات وأخذ المشورة هي من أبرز ما يمكن أن نتخذه مع منهم في مرحلة الشيخوخة وبذلك أبناء وبناء الطلاب ننهي درسنا إلى هذا اليوم شكراً ومقدرة لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر